اعلنت مجموعة جوجل اغلاق غنوات وحسابات على منصة يوتيوب على خلفية حملة تضليل مرتبطة بايران بعد خطوة مماثلة من قبل فيسبوك وتويتر وقالت جوجل انها وبالتنسيق مع شركة الامن الالكتروني فير اي تمكنت من ايجاد رابط بين الحسابات واذاعة جمهورية ايران الاسلامية في اطار حملة تعود الى يناير 2017 على اقرب تقدير وقال نائب رئيس جوجل كنت ووكر في بيان ان جوجل تمكنت من تحديد عدد من الحسابات التي كانت تخفي ارتباطها بحملة تديرها منظمة اذاعة ايران وتابع وكر ان المتورطين في هذا النوع من عمليات التأثير ينتهكون سياساتنا ونحن نقوم سريعا بحذف هكذا المحتوى من خدماتنا ونغلق حساباتهم